أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا اليوم في عنوان الفعل وهو كلمة عربية تدل يا أحباب على معنى حدثي في زمان أعيد الكلمة اسم وفعل وحرف الاسم هو اللفظ الدال على معنى مستقل الفعل لفظ يدل على معنى وحركة في غيره بزيادة للتوضيح قل الفعل هو لفظ يدل على معنى حدثي في زمان غريب وضحها شوء الأصد لو سألك سائل لماذا أسميتم ضرب ويضرب وإضرب أفعال قل إذا ما بدي سميها أفعال إذن هي ماذا الضرب ليس فعلا من الأفعال ذهب يذهب اذهب الذهاب فعل من الأفعال نام الطفل ينام أنم الطفلة نم أيها الطفل النوم فعل من الأفعال صلى يصلي صلي الصلاة فعل أيضا شو يعني فعل يعني حدث من الأحداث إذا ذهبت أنت إذا جئت إذا قمت إذا نمت إذا كتبت إذا درست إذا قرأت هذه كلها أحداث منك أليست أحداثا منك إذن هي أفعال منك فلهذا سمينا هذا الصنف بالأفعال فما هي الأفعال هي أحداث وصفات تصدرها أنت وتحل فيك كالأكل والشرب والنوم والدراسة والصلاة والصوم والضرب إذن هذه أفعال إذن الفعل في لغة العرب هو كلمة تدل على يلا على فعل على حدث على صادر إذن كل كلمة تدل على لا أفض لفظ عربي كل كلمة تدل على أفعال وأحداث صادرات أو حالات فهي المعبر عنها بال فعل لكنك تعلم أنت يا أخي بأنه ما من حدث ولا من فعل إلا وصار حالا في زمن أعيد أنت لا تعقل حدثا ولا فعلا إلا في زمن الضرب كمعنى الضرب وضع اليد ورفعها هذا معنا ها معنى مستقل الضرب بمعنى رفع اليد ووضعها الإكرام الإبتداء النوم الطوفان الهيجان الصلاة الصوم كلها معاني مستقلة لأنها تحكي عن معنى الحدث نفسه لكن أن تعلم بأن حدثا ما لا يمكن عقلا أن يكون إلا في زمان صحيح لا يمكن إلا أن يقع في زمان لأن الأحداث زمانية الأحداث يعني الأفعال هي عبارة عن حالات في ظرف زمني يعني حركة يدي الآن قبل قليل اسمها حركتها الآن أحركها بعدا سأحركها إذن لا يمكن لفعل من الأفعال إلا وأن يكون مظروفا في ظرف زماني لأن الأفعال تدريجية فتتصرم الزمانيات تباعا وهذا أمر واضح عقلي الآن اعرف أن اللفظ الذي يدل على الفعل اللفظ الذي يدل على الفعل يعني يدل على الحدث دل أيضا على زمن حدوثه دل هذا اللفظ على زمن حدوثه يعني على زمن فعله متى فعل متى ينفعل متى يحصل ولأن الأزمان بالحصر العقلي ثلاثة الأزمان بالحصر العقلي ثلاثة إما مضى ومر وإما أنا فيه وإما يأتي واضحة فالأزمن ثلاثة إما زمن ولحظة مضى وإما لحظة أنا فيها وإما لحظة تأتي زمن البعثة مضى زمن أيامنا ونحن فيها حياتنا دنيانا حالة ويوم القيامة يأتي مستقبل فكانت الأفعال ثلاثة ماض ومضارع ومستقبل وأمر إذن شو صار كلمة الفعل عند العرب والنحاد بالدل على كلمة الفعل تدل على معنى حدثي في زمان بالأحرى قل اللفظ الدل على حدوث في زمان خلاص على حدوث في زمان هذا شو بيكون اسمه فعل وإذا دل على حدوث دون زمان أو على معنى دون زمان فهو اسم فهو اسم طيب وإذا دل على زمان دون حدث فهو اسم واضح يا أحباب لكنه إذا دل على زمان على حدوث في زمان فهو فعل فهو فعل مثل ضرب ويضرب وما سواه من الألفاظ الدالة على أحداث أو على أزمان فهي أسماء وطبيعي إذا دلت الكلمة لا على حدث ولا على زمان اسم مثل زيد وعلي إذا زيد وعلي اسم لأنه دل على معنى مستقل طيب الضرب والقيام والسجود اسم لأن الاسم هذا دل على أحداث على معاني حدثية بس ما دل على حدث في زمن حتى يكون فعلا فإذا القيام والقعود أسماء طيب الحضور والاستقبال والمضي أسماء حين ساعة دهر أسماء تدل على أزمان إذن إن دلت اللفظة على حدوث زماني على حدوث حدوث فعل في زمان وهو فعل وتنقسم الأفعال بانقسام الأزمان إلى ماض ومضارع وأمر انتهت المقدمة الأولى ثانية ميز في كلمات عندنا نحن العرب عندنا كلمات يا أخي تدل على رائحة الأفعال فيها رائحة الأفعال ويشتبه في اسميتها وفعليتها يشتبه فيها فأنت الآن أعطيتني علامة معنوية تميز الفعل عن أخويه أنها شوية العلامة المعنوية أنها دلالة اللفظ على حدث في زمان من الأزمنة الثلاثة بكون اسمه هذا فعل أعطني علامات تميز الأفعال عن أخواتها أو عن الفعل عن أخويه حسرنا وماضي الأفعال إذن لما كانت الكلمة هذه تدل على معنى الفعل وعطيتني علامة معنوية هل من علامات لفظية حتى من حيث الشكل أستدل على فعلية هذه الكلمة قال نعم فأعلم أن الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر أما علامة تمييز الفعل مطلقا عن أخواته فمرت بنون التوكيد مرت مثلا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي لكن الأفعال فيما بينها بين مضيها وماضرها وماضيها بين مضيها وحاضرها ومستقبلها كيف أميز بينها أعطيتني علامة جامعة للأفعال فهل من علامة لفظية إملائية شكلية تميز الفعل عن أخواته أو عن إخوته قلنا بلى شو هي بتاف علت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي شكرا الآن الأفعال فيما بينها كيف أميزها بين ماض ومضارع وأمر كيف أميزها قال وماضي الأفعال بالتا مز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم وأما المضارع فكيف أميزه قال هذا تقدم إشارة إليه في بيت في شطر قبله له فعل مضارع يلي لمك يشم أعيد من هنا يبدأ الدرس الجديد في الشرح فعل مضارع يلي لمك يشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم وعيد يقول إذا أردت أن تميز الأفعال فابتدئ في أكثرها شكاً وهو المضارع لأن الفعل المضارع يا أخي يمكن أن يحصل فيه الاشتباه بين بين الفعل والاسم من قبيل أحمد من قبيل يثرب من قبيل تونس تونس اسم ولا فعل وأقول تونس الأم تونس ولدها يعني تونسه مثلاً أو الأخ يونس أخيه يونس أخاه يونسه يعني يثرب يضرب أحمد هذه أفعال ولا أسماء فكيف أميزها من جهة عن الاسم والفعل المضارع ومن جهة الفعل المضارع كيف أميزه عن الأفعال الأخرى كيف أميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر مثلاً يأس فعل ماضي ولا فعل مضارع مثلاً لأن فيه يأ في أوله مثلاً إذن هذا مضارع ولا ماضي يقول وفعل المضارع يميز بقبوله لدخول لم عليه فعل مضارع يلي لم كيشم أقول أنا لم أحمد إبليس يوماً كلام سليم سمينا شاب اسمه أشكر أو أشكر فأقول أنا لم أشكر ولا أنا أشكر ابن فلان فماذا يقول أنا أحمد فيصح أن أقول أنا أحمد الله ومرة يقول أنا أحمد ابن فلان فإن صح إدخال لم على لفظة أحمد فإن المقصود بها عندئذ فعل مضارع ولذا تقول أنا أحمد الله عز وجل ولم أحمد رباً غيره كلام سليم فإذا هذا فعل مضارع ومرة يقول أنا أحمد ابن فلان لم أحمد ابن فلان فإذا صح دخول لم على الفعل على الكلمة فهي فعل مضارع وإلا فهي اسم وإن دخلت اللم على الفعل فهو مضارع لا ماض ولا آمر ولم هذه عندما تدخل على المضارع سبحان الله تنسخه تغيره من جهة المضمون شو بتعمل اللم تجعله ماضياً بعد أن كان مستقبلياً في المعنى كل فعل المضارع تدخل عليه لم تغير معناه من الحضور والاستقبال إلى المضي ذهب زيد يذهب في المستقبل طيب لم يذهب ما معنى لم يذهب في الماضي لم يأكل في الماضي فعل يأكل كان استقبالياً حضورياً استقبالياً كان يأكل الموت ولد آدم يأكل الآن ده يأكل ويأكل يموت الناس تباعاً صح يغفر الله للمذنبين الآن وفي المستقبل يغفر الله للناس صحيح لم يغفر الله لإبليس فيما مضى لم يمت الصالحون فيما مضى لم يأكل لم يذهب لم يدرس إذن لم تغير الفعل الماضي بمعنى المضارع بمعناه من استقبالي حضوري إلى ماضي إذن هذه أول علامة تميز فيها المضارع عن أخويه في الفعلين وعن الإسم قال فعل مضارع يلي لم كي يشم وماضي الأفعال ما هي علامته ماضي الأفعال ما هو ماضي الأفعال يعني فعل الماضي كيف تميزه قال بالتاة بالتاة ميز الفعل الماضي بقبوله للتاة أي تاة تاة الضمير التي تتصل بآخره أو تاة التأنيث بس من آخره بس من آخره وهون بتكون لطيفة إليك شو هي مين بيشيلها هك صيدي يقول أعطيتك علامة للفعل المضارع أين في أوله وأعطيتك علامة للفعل الماضي في آخره ولا أعطيك علامة في أوله فتشتبه بينهما الآن أنا في إليك أن الفعل المضارع هو ما يقبل أحد أحرف نأتي في أوله بس بس في اجتباه لأنه من بعض الحروف ما يكون في الماضي وفي المضارع من قبيل الياء مثل يائسة ومثل يائسو الهمزة أينع أينع بالماضي وأتعب الآن صحيح إذن الهمزة تكون مطرح اشتباه بين المضارع والماضي ومثلها الياء ومثلها التاء تكسر وهند تكسر تكسر بالماضي وتكسر الآن البنت تفعل الآن إذن التاء ممكن أن تكون وعخواتها أحرف نأتي ممكن أن تكون مشتب ممكن أن تكون مورغ اشتباه لغير الضالعين بالعربية لغير المتمرسين في العربية ممكن أن تكون مطرح اشتباه لهم ولذا ميزنا لهم في السياق وقلت أنا أحمد ابن فلان ولا أنا لم أحمد ابن فلان فحيث يصح دخول لم فإن المدخول فعل مضارع حصرا وهذه علامة من أوله لفظية ولا معنوية لفظية لفظية بينة والماضي سنجعل له علامة لفظية أيضا تميزه عن أخويه من آخره وهي دخول التاء عليه أي تاء تاء الضمير المتحرك تاء ضمير الرفع بسموها ذهبت تات أنا آمنت أنت آمنت أنت آمنت بالله ربا وبعد وتاء التأنيث المفتوحة في آخر الفعل للدلالة على أن الفاعلة مؤنث من قبيل آمنت فاطمة بربها آمنت هذه التاء والتاء للتأنيث ليست فاعل ما هي التاء التي تعرب فاعل تاء الضمير رفع آمنت تقول والتاء مبنية في محل رفع فاعل آمنت آمنت بس آمنت والتاء للتأنيث ليست فاعلا إنما هي حرف حرف تأنيث إذن فعل مضارع يلي لمك يشم وماضي الأفعال بالتاء مز مز يعني ميز ما هو الفعل الماضي من مز مازا مازا يميز مز ويردي في الكتاب العزيز نعم يميز الخبيث من الطيب مش يميز وأظنها بصورة آلي عمران أظن بصورة آلي عمران يميز الخبيث من الطيب مش يميز إذن مازا يميز مز مثل باع يبيع باع مات يموت موت إذن وماضي الأفعال ميزه بالتاء وهي تاء الضمير في آخره وتاء التأنيث أيضا في آخره وكيف أميز الأمر عن أخويه قال يميز فعل الأمر عن أخويه بالنون الله أكبر أي نون هذه نون النسوة لا نون النسوة تتصل بكل الأفعال النسوة أقبلنا ويقبلنا ويا نسوة أقبلنا فنون النسوة تتصل بكل الأفعال صح طيب إذن هذه نون التوكيد لابد أن تكون نون التوكيد طيب نون التوكيد صحيح لا تدخل على الماضي بس تدخل على المضارع وتدخل على الأمر أيضا من قبيل ماذا أقبلنا يا رجل أقبلنا هذا فعل الأمر والرجال أو يزيد أو زيد يقبلنا إذن إذن يقبلن الرجال هذا فعل مضارع متصل بنون التوكيد وأقبلن يا رجال فعل مضارع متصل به نون التوكيد فإذن كيف يقول بأن النون تميز الأمر عن أخوي فعل الأمر عن أخوي ها كيف جعل نون التوكيد علامة الأمر عن أخوي قال أكمل البيت وسم وسم يعني ميز وسم يعني علم كلمة وسم يعني علم أعطه سمة سمه شبؤ للشاعر عن لسان عن لسان محاورين بفضائل أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ناظم القصيدة الصاحب ابن عباد يرحمه الله المشهورة بقصيدة قالت قلت قالت فمن صاحب الدين الحنيف أب فقلت أحمد خير السادة الرسل قالت فمن بعده تصف الولاء له فقلت 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 يبتلئ بمناقب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إلى قوله قالت فمن هو ذا الفرد سمه لنا شو يعني سمه يعني سمه بيزه أعطه سمه أعطه علامة فمن هو ذا الفرد سمه لنا فقلت وذاك أمير المؤمنين علي هذه قصيرة قالت قلت إذن يقول سمه لنا يعني بينه لنا علمه لنا لأن الإسم علامة وسم علم سم علم إذن وسم عليكم السلام وسم بنون فعل الأمر يعني علم بنون فعل الأمر واضح ومنه تأشيرة الدخول عند الدول ماذا تسمى سمة سمة الدخول يعني علامة إذن وسم بنون أي بنون التوكيد بنون فعل الأمر بشرط إن أمر فهم إن أمر فهم شو يعني يقول وكل كلمة تقبل دخول نون التوكيد عليها كل كلمة تقبل دخول نون التوكيد عليها ويستفاد منها الأمر فهي فعل أمر يعني يا رجال أقبلا يا رجل أقبلن أقبلن شو بتفهم أنت كعربي من كلمة أقبلن طلب الإقبوء القبوء طلب الإقدام والإقبال بشدة أقبلن أقبلن طلب مني وأمر مني إليك بضرورة الإقبال المشدد أدرسن طلب غير عادي طلب استثنائي فهذا أمر استثنائي جيد واضح بخلاف يقبلن تمطرن السماء ما في أمر في إخبار واضح إذا نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت خبرا مؤكدا بينما نون التوكيد إذا دخلت على الفعل الأمري تفيد أمرا مؤكدا فإذا وجدت نون التوكيد في فعل ودلك على الأمر والطلب فهو فعله أمر قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم يعني ما تشتبه أنت وكل نون تشوف هذا دخل على فعل يعني هذا فعل الأمر لا لا التفت إذا ظهر منه معنى الأمر والطلب فهو فعل أمري اتميزت الأفعال الآن عن أبعان بعضها شو هو فعل مضارع يلي لمك يشم و ماضي الأفعال بالتامز و سم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم لش عم قول أني يشم هي أفصح من قولي يشم أفصح من قولي يشم انت فيك تقول أنا أشم الوردة والأفصح أنا أشم الوردة ومنه الحديث المروي والمحفوظ عندنا يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي رسول الله بحديث الكساء الأمير عليه السلام يقول يا فاطمة إني أشم لا هي الأفصح من أشم واضحة إذن فعل مضارع يلي لم كي يشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بن نوني فعل الأمر إن أمر فهم سؤال سؤال على البال في عنا كلمات يا نعيم تدل على معاني الأفعال ولا تقبل علامات الأفعال بس والله إنها تدل على معاني الأفعال من قبيل من قبيل ما معنى صح ما معنى أنا مه أكفف بف مه أيها الرجل صهن يا فلان صه اسكت حيا حيا هل حيا هل أقبل حيا هل وحيا حيا على الصلاة حيا على الفلاح تدل على الأمر ولا لا ألفاظ أمرية لكنها ليست أفعال الأمرية أبدا لا تقبل نون التوكيد بماذا نميز فعل الأمر بنون التوكيد الثقيلة مع سلامة بعد ما بماذا نميز بماذا نميزه فعل الأمر نميزه بقبول 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 نون التوكيد مع فهم معنى الطلب تشديدي شيك طيب حيا على الصلاة تدل على الطلب ولا لا تدل صحيا فلان ما تدل على الطلب لكنها لا تقبل النون فهي ليست أفعالا أمرية بس هذه تبكيك يا نعيم ليست أفعالا أمرية لكنها تدل على الأمر وماذا نفعل بها فنقول هي اسم فعل أمر واضح هي اسم فعل أمر لما الآن ما يبكي السيد هي أفعال هي ألفاظ مضارعة تدل على معنى المضارع لكنها ليست أفعالا مضارعة من قبيل من قبيل ماذا لا حذاري فعل أمر حذاري فعل مضارع حذاري فعل فعل مضارع اسم فعل مضارع من قبيل أخ منك يعني أتوجع منك لما نبقول أنا أخ شو بكون عم بيخبرك أني توجعت والله الآن أنا موجوع الآن أنا موجوع ما يناسب توصيفك الآن أنا موجوع بفعل سيغ لي شو بتقول أتوجع فهو آخ منك وآه منك إذن آخ معنيته أتوجع أف أتضجر آهن أتألم هذي هذي شو اسمها أفعال أفعال أسماء أفعال مضارعة ليه لأنها أسماء تدل على أحداث ومعاني زمانية لكنها لا تقبل علامة الفعل نفسه فهي أسماء أحداث زمانية تناسب أفعالها فمه وصه وحي و و و أسماء يطلب بها الأمر ويطلب بها إيقاع أحداث أمرية فهي أسماء أفعال أمرية وليست أفعالا أمرية آخ وآه وأف أسماء أفعال مضارعة لأنها لا تقبل لم لا يقال لم آخ ولم آه بس يقال لم أتضجر منك أبدا ولم أتألم منك أبدا يقال لم أتألم واضح بخن بخن لك يا ابن أبي طالب كما قالها حكام المسلمين معناها أهنئك أهنئك يا علي بخن يعني هنيئا هنيئا مثلا استختلفوا في أن بخن هي فعل مضارع بمعنى أهنئ والله هي اسم فعل أمر بمعنى يهنئ فليهنئ على كل وعن أسماء تدل على أحداث ماضيات الأحداث ماضيات وأسماء لازم يكون شو اللي بدل على أحداث ماضيات فعل فعل شو ماضي عندك كلمات تدل على أحداث ماضيات ولا تقبل علامة الفعل 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 الماضي فقلنا هي أفعال هي أسماء أفعال ماضية من قبيل هيهات 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 لما توعدون شتان ما نومي على كورها إذن شتان بمعنى فرق فرق وتفارق وهيهات بمعنى بعد هيهات منا الذلة يعني بعدت منا الذلة الذلة لغيرنا وليست لنا قول الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة بعدت من الذلة شتان بين القومين بين حسين وأعداء حسين يعني تفارق الفارق بينهما إذن شتان اسم فعل ماضي وهيهات اسم فعل ماضي وأف وأخ وأخ وأه أسماء أفعال مضارعة أو حي أو حي هل أوصه ما أسماء أفعال أمرية شو قال الشاعر فيها المات الكريم قال بعد أن خلص على مات الأفعال فعل مضارع يلي لمك يشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه شو بيكون أعيد أنا أسألكم والأمر يعني كلمة تدل على الأمر إن لم يكن النون محل فيه لا تقبل النون التوكير وبتدل على الأمر شو بتكون اسم فعل أمر شو قال الشاعر والاسم إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نعم والأمر والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم يعني هو اسم أمر وليس فعل أمر نحو صه وحيهل هذه بتكون أسماء أفعال أمرية ومثلها أسماء أفعال ماضوية وأفعال وأسماء أفعال مضارعة تطبيقه يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا